رضا من وجهة نظرك كولر أولا رأيك فيه أن كولر يزود عقده سنتين استقرار مهم مهم المدرب يبقى حاسس أنه قاعد في مكان فترة طويلة دي مهمة جدا حتى تزييرت الجهاز المساعد اللي معاه هو اللي مختاره دي حاجة مهمة جدا نفسيا وأكيد هيضيف للعيبة بدل ما دي يبقى عين واحدة بيبقى حد بيساعده دي حاجة برضو كويسة إضافة للجهاز الفني انت بتحاول توفر كل المناخ اللي ناسي بيشتغل في هدوء ودي حاجة كويسة حتى الإئاسات والحاجات اللي هو كانت طالب شوية حاجات كانت بعض الأجهزة الحقيقة كانت أخرى بعد دخلت طبعا حقه يعني احنا بنحاول انت كمنظومة بتوفر كل حاجة عشان ما يبقاش فيه أي حاجة نقصة تبقى مركز بقفة في الحتة بتاعة الحتة الفنية بس ممكن كلا يغير من استراتيجيته خلال الفترة أو السنة اللي جاية يعني وكان بلعب بطريقة معينة هل ممكن يغيرها السنة الجاية مثلا؟ بص أنا شايف أن العيبة اللي موجودة في نادي الهالي حاليا تقدر تلعب زي ما أنت عايز في طرق اللعب ولكن انت مشكلتك يعني الحاجات مش تقدر تنعملها في الدوري قوي ليه؟ لأن الدوري بالنسبة لك ناس بالدفع وناس بالهاجم نادارا لما تلاقي حد يروح ويجي معاك يروح ويجي معاك فمش هتبقى باينة قوي هنا في الحتة دي لأن الفرق واقفة وانت كده كده بس ليه ما أنت بك هتلاقي بيرامتز هتلاقي زمالك هتلاقي ما نقول عدد قليل مش عدد 80% على الأقل انت بتسياسة واحدة صح كده؟ صح بيرامتز زمالك صحيح يعني ممكن دول اللي شوية ولكن برضو حتى في موتشات بيرامتز 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 والكورة مع الأهلي دايما تحت الكورة دايما تحت الكورة فتلاقي نفس السياسة ولكن هم عندهم بقى خطورة في أن هم يقدروا من نص الملعب ينقلوا دي عندهم فيها مميزات فأنت كأهلي لازم تبقى مأمن الحالة دي أنا أصد أن شكلك ونوعية اللعبة اللي مع الأهلي تقدر تخليك تتحرك 4-4-2 3-4-3 3-5-2 عندك مساحة حلوة وقاوة أنت تعيش في القصة يعني فدي حاجة كويسة جداً مبسوط أنت بلسكوات تعنيد الأهلي جداً لأن أنت بسمع زلو أنت بتقولي إحنا بنسمع في الميديا أنا بسمع كل حاجة بحب أسمع الأراء يعني ففي أراء تقولك يعني لو بعت العيب بمليون جنيه سي مثلاً أنا لايب بمليون جنيه وجيبنا لايب بمليون جنيه إحنا مكسب ناش حاجة لا أكسبت فرق سن إزاي ما أكسبتش حاجة هو أنا النهاردأ لما معدل الأعمار عندي يبقى 30 سنة بنفس بقيمة مادية لو بقى 20 سنة بنفس القيمة إزاي ما أكسبتش إن هم نزل الأعمار السنية في النادي الأهلي إن أنا أوصل للعيبة نص الملعب تقريباً 23-24 عشرين سنة. ده العيب معي ست سبع سنين جايين ده مش مكسب. لا وقدر في اي وقت برضو. لو جالوا عرض مغري جدا جدا جدا. ده كلمك في اسوأ ازوه معي. ما هنا العرض ان هو معي. ما انا بكسب بطولات ما هدي فلوس. ما هدي فلوس. ايه. هو انا لما اخد بطولة افراقية النهاردة مش باخد فلوس. ودي مش مقابل مادي. مش عائد مادي بيتخلي. وراعي بيتخلي. لا اقصة اداريا كبيرة. يعني فيلم كبير. فانا النهاردة لما بنزل لما ببيع لعيب برقم وباخد لعيب تاني سن واقل بنفس الرقم. انا كسبان. طبعا. طبعا. كسبان فنيا. وزي ما انتو قلت. ممكن ابيعه. وكمان اقدر اخد بيبطولات. فدي حاجة قوية جدا. فمن الممكن ان هو يلعب بايه طريقة. يعني انت ممكن تلاقيه ماتش يلعب اربعة ثلاثة ثلاثة. ماتش تلعب اربعة ثلاثة واحد. ماتش تلعب في اللعبة اصلا. يعني الماتش نفسه هو شغال. تقدر تتحرك زي ما انت عايز. طول ما القماشة اللي معك تسمح لك ان انت تتفكر هتلعب. ما انا نفس الملعب عندك بتلعب فيه اتنين. طب متاخد مني. هزود. هزود. طب الفرقة القدامة بتدافع ما بتهاجمش. هزود قدام. طب يعني هي الفكرة بتتغير وانت. على حسب اللعبة. المهم القماشة تبقى تسمح. عشان الناس برضو بتاخد الكلامي ان انا ايه. طب ما بتعمش ده مثلا في نادي زي الدخلية او في نادي. يا جماعة الامكانيات هنا لا تسمح. هانا النهارده نباب عندي. انا اريده. عندي نص ملعب الاهلي. ما اشتغل. ما اش هلعب. مش عايش. هايش. غير نص ملعب فرقة امكانيات هقول ليه لا. مش هتقدر تعمل ده. الوضع مختلف. طبعا ما تقدرش افكارك هتجي تطباها هتبقى صعبة. هتلاقيها مختلفة. طبعا.